هناك قدر وجودنا القدر الذي به وجدنا وهناك نوع آخر من القدر وهو القدر الذي به نتحرك القدر الذي به وجودنا قدر كامل لا توجد فيه آلام لا يوجد فيه أي شيء ناقص قال عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه الله واضح معنا الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وقال عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أما النوع الثاني من القدر وهو القدر الذي نتحرك به هو عبارة عن اختياراتنا واختياراتنا قد تكون خاطئة وقد تكون صائبة ولكل اختيار سوف نجد عاقبة ذلك الاختيار فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ليس هذا حصريا يوم القيامة حتى في ومن يعمل مثقال ذرة شرا يوم القيامة